طلاب هنا أعدي المثال الثاني سلسلة عوازل تعليق مكونة من خمس وحدات إذن الآن تساوي خمسة نتخط نقل ثلاثة الطور إذا كانت كفاءة السلسلة 67.58% مقدما أي سؤال ينطيني بالكفاءة إذن أحد المجاهل رح أدخل عن طريق قانون الكفاءة وأقدر أستخرج المطلوب ده يكون الجهد عبر العازل القريب من الموصل بما أنه الآن خمسة إذن عدد الوحدات خمسة فالعازل القريب من الموصل يكون على فولتية لها V5 ويساوي 56 يعني العازل القريب من الموصل هو العازل الخامس فالجهد عليه 56 كيلو فولت احسب فولتية الطور طبعا الفولتية الطور يعني الفولتية المسلطة عبر السلسلة وفولتية الخط اللي هو ال-VL إذن أول بداية الحل نأخذ قانون الكفاءة قانون الكفاءة شي يقول قل نحن أي مجهول ندخل عليه ما طول نطاني كفاءة إذن أكيد رح أدخل عن طريقه للمجهول اللي أريد أحسبه قانون الكفاءة شي يساوي فولتية الطور على عدد الوحدات اللي هو الآن في أعلى فولتية بما أنه خمس وحدات إذن V الخامسة أو الفولتية المسلطة على العازل الخامس في 100% الكفاءة نعطينيها عدد الوحدات عندي وعندي الفولتية الخامسة إذن أشبق عندي أقدر أحسب فولتية الطور وهو مطلوب من عندي فولتية الطور وفولتية الخط الكفاءة مقدارها تقسيم 100 لين في 100% تساوي فولتية الطور ما عندي تقسيم عدد الوحدات في فولتية المسلطة على العازل الخامس وسطين في طرفين راح تكون فولتية الطور تساوي 67.58 في 5 عدد الوحدات في 56 الفولتية على 100 قلنا وسطين في طرفين راح تطلع فولتية الطور 190 كيلو فولت بعد أن نحسب فولتية الطور راح أجي أحسب لفولتية الخط فولتية الخط تساوي لجذر 3 من فولتية الطور يعني جذر 3 في 190 راح يطلع عندي 330 كيلو فولتية الخط avan تقصيم 50كيلو تساويً 40 26去 still 30 ساوي 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 remind